اشتركوا في القناة كما ناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختمي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقرير اداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الاخرى للوزرات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 ثم ناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وقرر المجلس الموفقة على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال وإحالاته إلى مجلس الشورى ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية بخصوص عدد من الاقتراحات بقانون